مفتاح الصندوق لازلت منتشيا من انتصار الأمس الأسبوع الماضي كان أسبوعا رائعا بالفعل أخاف أن أجلس على هذا الكرسي ثم يأتي درهم ويقول هذا الكرسي لي وهذا مكاني بلا 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 أتعلم سعدها بذاك الكرسي الموضوع لا يستحق كل هذا العناء أظن أن الأمور تمشي على ما يرغب صحيح أن دينار أصبح يقول أنه درهوم صحيح أيضا أنه لازال مزعجا قليلا لكنه أظن أنه بدأ يخطو خطوات رائعة وصحيحة وثابتة في الاتجاه الصحيح يتراجع خطوة أو اثنين ليست مشكلة كبيرة لكن الأهم أن كيف أستطيع أن أجعله يؤمن بهذه الفكرة نعم الفكرة هذه لا بد أن يؤمن بها جيدا هتعلم يا أصدقاء أنا أشكركم أنتم أيضا جميعا نعم نعم جدا أشكركم لأنكم لم تصبحوا تثقون به كثيرا أصبحتم تعلمون أين تكون الإجابة الصحيحة أصبحتم تبحثون لا تتكاسلون وهذه كلها أشياء إيجابية ورائعة جدا 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 وأنا سعيد بها ولذلك اليوم أيضا أريدكم أن تكونوا راسين واثقين من أنفسكم وأريدكم أن تجيبوا إجابة وأنا سعيد أيضا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته درهم الدراهيم يا أهلا وسهلا بك تفضل يا رجل مكانك ينتظرك أقول أول شيء أجيبك بداية تمون ما أخذ مكاني ما شاء الله يعني غبت يوم وكذي أخذت مكاني على طول تمون هل هذا مشتق من الليمون تمون بمبا رح رح مكانك الغالي أعتنى كوجي يا أخي ليست بالأمس كنت تقول أريد هذا الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم فيك شيء مسخن أنت لا أنا بخي مجيك مستشفى ما كلام اللي تقوله أنت يا أخي أمس أنا كنت أبان مريض يا أخي أنت كنت بالأمس سعبانا ومريضا لقد كنت بصحة جيدة ما شاء الله تبارك الله وكنت تتكلم بلغة جيدة وصحيحة ورائعة وكنت تساعد الأصدقاء إلى حد كبير صراحة لا أنكر ذلك لغير لا تقول أنتم أيها الجاحدون أنتم لا تحبونني بلا 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 ماذا بلا بلا نعم بلا بلا وصلت بك المواصل أنك تقول بلا 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 نعم بلا بلا إذا بلا مكانك الآن وسأخبرك كما حصل إذا بلا مكانك حسنا لماذا؟ أشياء غريبة تحدث الحقيقة يعني الواحد ما يدري أنا أقول يا الله مساء خير لا شر فيه بس يعني أنا البارح يا أخي كنت تعبان وأنا الحقيقة من هذا المنبر أول شيء أمس بالخير على المشاهد الكريم وأهلا وسهلا وحياك الله وأعتذر جدا أني أمس ما جيت لظرف يعني معين أسعد منك أنا لا أفهم جيدا أفهم بعض الكلمات بعض الكلمات الأخرى لا أفهمها نعم فمتى ستأتي بالترجمة الترجمة إن شاء الله أبحث في الشيخ غوغل نعم أحط ترجمة للكلام اللي قاعد أقوله بإذن الله راح تفهم لدرهوم من درهوم يا ابن الحلال أنت من يوم ما طلعوا الدرهوم درهوم مين هذا الدرهوم؟ في شخص اسمه درهوم حاسم لن أسألك عن درهوم أين النظارة؟ نظارة أي شيء يا ابن الحلال؟ النظارة شفها في وجهك لا يكون ناسية أنت لا لا النظارة في وجهي صحيح لكن النظارة التي كنت تتلبسها بالأمس ما بغيت إلا أماما ما بقيت إلا أتسأل بعد عن العمامة نعم بالفعل حتى عمامتي بالأمس ذهبت للخزنة ولم أجدها ما أعرف أنا حقيقة وجدتك أنه في نجحات شخصية أنا أحس أن فيه انتحال شخصية أو أنك أنت بديت يعني تخرف خرف؟ ماذا يا رجل؟ لا 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 صحيح أنه بالأمس لم يكن أفضل أيامي و كنت و لست بحالة جيدة لكن لا يعني أنني لم أكن في وعي ليست لذلك الدرجة عيني في عينك لا 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 أنت بديت مخك بدي يجيم و بديت شوي يعني أو أنه واحد ضحك عليك أنا ما عرف يعني أنا أحس أنه دائما أنت مضحك عليك يا القرية درام يبدو أنه لعب عليه و يبدو مخه برضه و لا طار مخه أنا بس ألك سؤال تفضل درهوم اسمه درهوم اللي تقول أمس جاك؟ نعم 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 درهوم هذا اللي جاك أمس لغة إيش كانت؟ كيف كانت؟ كانت لغة جميلة و ممتازة و رائعة نعم و كان يبدو أنه رجل مجتهد و يريد أن يخطو خطوات ثابتة هذا أكبر دليل إنما هو بدينار هل لدي سؤال ربما يكون شخصيا بك كثيرا لكن لا أستطيع أن أكتم فضولي هل لديك أخ توأم؟ أخ توأم؟ نعم لا 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 أنا لدي أخوة لكن كبير في السن جدا و قد أتى في أحد الحلقات قبل ايه لكن أنت أنا المشكلة لغتي أصلا ما هي مرة قوية فكيف تقول أن درهوم يتكلم بلغة جيدة و أنا ما أعرف أنا ما أركب كلمة على كلمة اللي أجيب العيد هذا كلام منطقي ولكن هل لديك قريب في القرية؟ هل أسعر بتشويش أسعر بتشويش؟ ما لي ما لي درهوم شوف أنا بقول لك شيء يا درهوم أحيانا الواحد مع ضغط العمل مع الأشغال و مع الهموم و التفكير و ذا يبدأ شوي فلسع مخه يطق مخه فلسع؟ ماذا؟ ماذا تعني هذه اللي؟ يعني جيم ما عاد يتحرك شفت مكينة السيارة كيف تشتغل أنتم جيمة ما عاد تتحرك لم أفهم الولا كيف تفسر الماء بالماء يا رجل؟ يا حول أنا الضالة بأجيب قنينة الماء هذه أصفقها في رأسك كذا عشان ترجع تشتغل من جديد لا لا يا رجل أنا بصحة جيدة أسترح ما أدري وضعك ما أعجب لا 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 أنا بصحة جيدة و أنا متأكد أنني بالأمس جلست إما معك أو مع قريب لك يشبهك في الهيئة في المنظر قلت لك يا أخوي و خلصنا من ذا السالفة أنا البارح ما جيت و كنت تعبان يا أخي ما تفهم؟ سلامتك ألف سلام عليك الله يسلمك وأنا أنا عجب أن أثبت لك؟ نعم أثبت لي أنت باقي صاح ما صدقتني صاح؟ أنا أشعر أن هناك سوء تفاهم أشعر 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 عند ريوشي خلاص خلنا من الخربيط هذه أنا الآن بروح أقرأ في الوسم وأشوف حسن 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 طيب حسن المشاهدين الكرام الآن أود أنكم تكتبون في وسم البرنامج وتقولون هل دينار كان موجود بالأمس أم لم يكن موجودا؟ لأن خوينا درهم الظاهر أنه بدت تدخلوا عليه بعض الأمور لا 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 أنا بكامل صحتي وبكامل عافيتي ومتأكد مما أخل طيب خلني أشوف الجوال وراح أقرأ مجموعة من التغريدات طيب أنا دخلت الآن في وسم ألف واحد هنا سعاد تقول تقول ادعوا بالشفاء لدرهم لا حولنا قوة إلا بالله لما يا سعاد لما ذلك برضو هنا عبد الله يقول درهم يبدو أنه من الدفرة الزايدة بدأ يخرف لا 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 أنا جيد ونأصدقاء لا 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 تقولون ذلك عنه أجوكم لا لا برضو هنا خالد خالد يقول يبدو أن درهم اشتد عليه المرض وبدأ يجيه زهايمر من النوع القاسي جدا نوع القاسي يا لا يا جماعة الخير ما توصل موضوع ننطقطك حلو في موضوع يخص يعني درهم درهم خوينا ومعنا في البرنامج فيعني الواحد اللي يصير أشياء هذه عادي لازم ندعم نفسيا ونكون معه واقفين فأرجوكم بدون استنقاص بدون ما تشمتون عليها لا 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 يوجد شماتها ولا يوجد هذه تغريدات لا 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 أنا لا 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 مرضو هنا تغريدة من فارس يقول لغة درهم مضروبة أمس وهذا أكبر دليل على مرضه صحيح بالأمس اعترف أنني لم أكن بأفضي أحوالي وهذه قد تحدث أجل أجل دقوة تصلت دقوة كيف حالكي هذه جديدة هذه كيف حالكي صحيح وأنا أعترف بخطأي وهذا يدل أنني بصحة جيد هذه النقطة بالأمس لم أكن يعني في أضل الأحوالي إيش اسمكي كيف حالكي ليست لهذه الدرجة هذه أبي ما أنزل الله بها من سلطانة من وين جايب النقطة هذه صحيح نعم لكن بالأمس لم أكن نائما جيدا لم أكن يعني نعم ولما أكن أيضا أأكل جيدا بالأمس كان هناك سوء تغذية قلت أنك ما نمجزين صحيح بالأمس فعلا لم أكن طيب هذا يعني دليل على نك و أنت مركز بالأمس نعم صحيح لكن اليوم أنا مئة بالمئة الحمد لله طيب أعطني هل أنك قال أريد أن أرى بنفسي و أريد أن أجاوب عليهم ولكن يا فارس أنت وسعاد و خالد أؤكد لكم أنني و لله الحمد بصحة و عافية و أموري في أفضل أحوالها أين هذا الوسم نعم أيضا هنا تغريدة من ديم تقول لا أمس كان واحد ثاني اسمه درهوم مثقف و فاهم و اليوم جاء دينار شخص مختلف من قالت؟ ديم ديم آه نعم فهذا دليل على المصداقية أنه أمس درهوم كان موجود ولكن دينار لم يكن موجود لكن انظر إلى قرة تقول جحد نفسه دينار تراك جاي أمس و مغير اسمك إلى درهوم لمجال الجهود لا مجال الجهود و الإنكر أقول لك تعبان أمس تعبان يا درهم يا أخي ما تفهم أنت يا أخي يعني أقلت لك شكل مختلف لابس له الضارة و لابس له عمامة ثانية و لغتها مختلفة و اسمها مختلف يعني كل هذه الأدلة تثبت أنه شخص آخر طيب ماذا إذا أنت ظاهر أنك ما زلت قاعد تتكر في الموضوع و أنا يعني مقدر الوضع اللي أنت قاعد تمر فيه و مقدر الحالة اللي أنت تمر فيها فعشان كذا خلاص اللي فات مات و نلعن الشيطان و لمر طيبة و إن شاء الله ما فات إلا الشرع أنا ما قالوا أنت أمس حالتك مزرية و مر عليك شخصا غريب فأخذنا نبدأ في المسابقة أرجوك لا نلعن الشيطان نحن نستعيد منه هذا أول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله من شياطين انت والجن ولنبدأ المسابقة يال أعوذ بالله من الشيطان